وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 617 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت حوالي 396 طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 72 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأسعار من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط حوالي 295 طن وفي مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط أكثر من 14 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 440 قضية من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت حوالي 74 طن